هناخد مثال على نيوتين زلو قانون نيوتين الثاني في وجود الاحتكاك توبلوكس جسمين M1 و M2 مرتبطين مع بعض بخيط خفيف كتلة الجسم الأول 12 كيلو جرام كتلة الجسم الثاني 8 كيلو جرام معامل الاحتكاك الحركي 0.1 أول سؤال بيقول لي draw the free body diagram of H block يعني ارسم القوى اللي بتؤثر على كل جسم تاني سؤال determine the tension force T and the magnitude of the acceleration of the system وحسب لي قيمة التصعر نتنقل للحل هرسم الأول free body diagram زي ما تعلمنا وزن الجسم الأول لأسفل وزن الجسم الثاني قوة رد الفيل العمودية لأعلى عمودية على المستوى كل جسم قوة الاحتكاك F1 كيلو بتأثر على الجسم الأول وF2K اللي بتأثر على الجسم الثاني رسامة قوة الشد خارجة من الأجسام كده رسامة free body diagram هتنقل للمرحلة الثانية عشان أحسب التصارع هتطبق قانون نيوترين الثاني على كل جسم الحالي أبدأ بالجسم الأول هاخد القوة اللي في اتجاه الحركة اللي هي T ناقص F1K هتساوي M1 الجسم الثاني F اللي هي الابلايت فورس ناقص T ناقص F2K هتساوي M2 أجمع المعادلتين مع بعض هنختصر T مع T إذن F1K ناقص F2K هتساوي M1 زائد M2 في الإي أخدت الإي عامل مشترك أعوض بقيمة قوة الاحتكاج لكل جسم F1K هتساوي إيه الميو كي في الميو جي اللي هي الان وان نفس الكلام بالنسبة للF2K الميو كي في الميو جي ووصلت لمعادلة أقدر أحسب منها التصارع بسهولة أعوض في أي معادلة من المعادلتين وأقدر أحسب التنشن فورس لو رحت المعادلة الأولى إذن التي هتساوي الـ M1A زائد الـ F1K الـ M1 عندي كتلة 12 والتصارح حسبته وقوة الاحتكاك عارفت بحسبها إزاي الـ M1K في الـ N1 أو الـ M1G وحسبته قوة الشر مثال آخر لكن في الحالة دي المستوى مائل درو أفري بودي ديجرام نفس السؤال ارسم الفري بودي ديجرام أف أبلوك ويتش سلايد زي داون فيك شامبلين بينزلق على مستوى خشم مائل having an inclination ذوي تلمي له 30 طرق the block starts from rest معلومة بيعطيهاني بيقول لي أن الجسم يبدأ الحركة من السكون يبقى على طول VI equal 0 at the top and the length of the incline is أعطيني طول الـ incline يبقى أعطيني المسافة لتحرك هالجسم طيب نشوف الأسئلة find the acceleration of the block احسب التصارع تاني سؤال its speed when it reaches the bottom of the incline سرعيته النهائية عندي نهاية المستوى وأعطيني معامل لاحتكاك point 2 نروح للحال طبعاً عشان أحلي لازم أرسمي free body diver رسمت N normal force بيكون عمودية على المستوى mg رأسي لأسفل Fk عكس اتجاه الحركة N الجسم بينزل في حالة المستوى المائل mg بحللها للمركبتين لأنني بأعتبر المستوى بتاعي هو X والعمودي عليه هو Y بحللها ومركبتين باستعمال زوية ميل المستوى اللي هي نفسها بتساوي الزاوية اللي بيصنعها مركبات الوزن مع الرأسي يبقى حللتها للمركبتين mg cos theta mg sin theta أطبق قانون يوتني الثاني sigma f x بتساوي m phi e لأن الحركة في اتجاه x خط القوة اللي في اتجاه الحركة اللي هي mg sin theta ناقس Fk هتساوي m phi عوضت قيمة Fk اللي هي mu k في n طيب ال-n في الحالة دي بتساوي e ما بتساويش mg لا بتساوي المركبة المشتركة معها على المحور الرأسي لأن مجموعة القوة على الاتجاه y بيساوي صفر إذن ال-n هتساوي mg cos theta ووصلت المعادلة اللي أحسب منها l-a حسبة l-a التصارع 3.27% m per second terbya